السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدين الكرام في هذه الحلقة التي سوف نخصصها لجديد الهجرة داخل الولايات المتحدة الأمريكية تحدثنا سابقا على الأمور التي قام بها الديمقراطيين بخصوص إيواء المهاجنة غير الشرعيين في فنادق نيويورك فنادق التي تكلف ربما 400 دولار للليلة لكن الآن الكل يتحدث على ما قام به حاكم الولايات فلوريدا رون ديسانس فلوريدا رون ديسانس قام بيوائي أو جمعي يعني العديد من المهاجرين الغير الشرعيين في طائرتين ليس فقط من فلوريدا بل حتى من ولاية تيكساس فقام بملئ تلك الطائرتين وإرسالهم إلى جزيرة تسمى بجزيرة مارتا فينيارد جزيرة مارتا فينيارد هذه تابعة لولاية نالسلشلسيت وتعتبر من المناطق الراقية هنا في الولايات المتحدة الأمريكية والتي يقصدها الأترياء لشراء المنازل وغيرهم من الأمور وعلى رأسهم بارك أوباما الذي يمتلك منزلا ضخما هناك تقدر قيمته بـ 19 أو 12 مليون دولار فكما قلت ديسانس قام بجمع هؤلاء وإرسالهم إلى هذه المنطقة في ماسلشلسيت لأنه قال بما أنكم ديمقراطيين وبما أنكم مع الهجرة فيمكنكم إيواء هذه الأعداد من المهاجنة الغير الشرعيين أغلب هؤلاء المهاجنة الغير الشرعيين قدموا من كولومبيا من وفنزولا من الأوروغواي وبعضه الدول في أمريكا الشمالية أو أمريكا عفوا الوسطى كذلك من الأمور التي تحدث عليها رون ديسانتس أنه كان يخطط إلى إرسال حافلات مملوئة من المهاجنة الغير الشرعيين إلى ولاية الرئيس الأمريكي وهي ولاية ديلاور وهناك احتمال أن يقوم بهذا الأمر في الأسابيع المقبلة إذا لم يقوم الرئيس الأمريكي بتوقيف تدفق المهاجنة الغير الشرعيين على الحدود الأمريكية من بين الأمور التي قاموا بها يعني مثلا حاكم ولاية تيكساس وهو أنه قام بإرسال أعتقد حافلة أو حافلتين من المهاجنة الغير الشرعيين إلى أمام المقر الرسمي أو لسكن الذي تقتن فيه يعني نائبة الرئيس كاميرا هاريس بالعاصمة واشنطن يعني إرسال حافلتين من المهاجرين وطلب من هائل المهاجرين أن يتم تنزيلهم أمام المقر الرسمي لكامالا يعني هاريس كما قلت هذا الأمر شبهه العديد من الناس ببعض عمليات التي عرفها التاريخ الأمريكي خصوصا في حقبة ستينيات القرن الماضي وبالدب في سنة 1962 في 1962 من القرن الماضي كان هناك العديد من حاكمي ولاية يعني والمسؤولين في الولايات الجنوبية كانوا يقومون بملئ الباصات وبملئ الحافلات يعني الأمريكيون السود وتوجيههم للولايات الشمالية وإفراغ هؤلاء في الولايات الشمالية بدعوة أنه في الولايات الجنوبية هناك فائض من الأمريكيين السود هذا الأمر الذي أعتبر أنه بأنه أمر له علاقة بالعنصرية والتفرقة خصوصا أن هذه الفترة هي فترة الحكم الرئيس الديمقراطي الشهير وهو يعني جي اف كي أو كينيدي فهذا يعني باختصار الأمور إلى أين وصلت هنا في أمريكا بخصوص الهجرة وكما قلت يعني مؤخرا كان هناك حوار صحفي لكاميرا هاريس الذي تحدثت فيه للإعلام الأمريكي أن أمور في الحدود أمور هادئة وليس هناك مشاكل شيء الذي يعني يكذبه الوضع الحالي بأن هناك تدفق لأنه يقال منذ دخول جوبيدن إلى الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية تدفق على أمريكا 2 مليون مهاجر غير شرعي في حين أن الهجرة الصراعية للولايات المتحدة الأمريكية تعرف العديد من الصعار تعرف يعني تباطع في درسات الملفات وغيره من الأمور فلكم الحكم مرة أخرى على هذا الأمر هل تعتقدون ما قام به ديسانتس أمر عادي أم أنه أمر غير إنساني شكرا لكم والسلام عليكم